السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. آآ باقي فيديوهات اللي هي الاعدة التدوير. زي ما انتم زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قابلي ده ان شاء الله شكلها كده الفيديوات اللي جاي كلها هتبقى هتبقى تعديلية شكلها كده. آآ دلوقتي آآ معنا فستان بس انا فكيته آآ قماشته صفت. وزي ما انتم شايفين كده القماشة الوانها جميلة جدا. فانا فصلنا الجزء اللي فوق آآ عن الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت كان فيه خياطين بس من الجناب. ما فيوش اي تفاصيل تانية. تمام? فاحنا هنستعمل الجزء اللي تحت زي ما انتم شايفين كده هفرده. وعلى فكرة ما تستغربوش هشال الفيديو ده انا عاملها لكزا في كزا وقت. يعني دلوقتي عاملية في البيت ان انا عاملية اول جزء دوا في البيت زي ما انتم شايفين كده بجالبيت البيت. وفي عبال ما توصلوا الاخر الفيديو هتلاقوه بالطرحة متغيرة شكل بعبية شكل حاجة زي العبية واحدة بس هتتغير ايه لان اه عملت الجزء اول في وقته. بعد كده جيت انقطعته بعد كده جيت اه قصيته. اه وبعد كده تاني يوم كنت انا غيرت الطرحة فعملت اه اه عملت بقية الخيادة بتاعته. تمام? دلوقتي انا طبقت وزا ما انتم شايفين كده انا هعملو بطريقة غير اللي انا كنت متعودها فيها اعمل مناطير. كنت بعمله بطبقه اخلي فردة اه فردتين اه اطول من فردتين. ازا ما انتم شايفين اخدوا باركو بس من الطرحة هتتغير على من هنا الاخر للفيديو. فانا بطبقه بقى لا على اربعة. ويباغو دلناحية اللي هي الديل هو ده العريض عن التحت. فانا هعمل التحتي ده اللي هو اللي هو كان في الاصل وسط هعملو الرجلين. وانا كده وانبقيس اه المسافة اللي هو التانية الصغيرة دي بشيلها من القماشة. وبياخد طول الحجر عملاها خمسة وتلاتين سنتي. وعندنا هنا ربع دوران اكبر حجم برضو كعملها خمسة وتلاتين. هي خمسة وتلاتين اصلا الربع بتاعها. بس طول الخمسة وتلاتين انا عملاها آآ لسبب يعني. اجي بقى من عندي اخر خمسة وتلاتين بتوع طول الحجر. المفروض انا في العادي بطلح خمسة سنتي. وللخلف بكبره. لا انا عملتي دي عشرة سنتي كلها. عشان هقول لكم على التعديلات اللي انا هعملها. انا اول مرة اعملها بالطريقة دي. تمام? وبعمل دوران كده. طبعا الدوران دوان بيكبر عشان انا واخد عشرة سنتي مش خمسة سنتي زي انا المتعودة. لان هعمل على اساس الخلف. آآ الاتنين على زي الخلف وبعد كده عمل التعديلات بتاعتي. باخد هنا الطول ليت? الطول الوسطي. الطول القماشة. هتيجي معي الطول كامل بتاع آآ بتاع المنطلون. فانا هنا باخد من عند الجزء اللي الترفي لتحت الوسع بتاع المنطلون. وبوصله من عند آخر نقطة الحجر. يبقى كده رجل المنطلون. تمام? انا هنا بقى اجي اصفي عشان اعمل التعديلات بتاعتي. زي ما اتركوا ان الطرقة دي انا اول مرة اعملها وبتتعامل عادي بتطلع حاجة كده زي ما بقولوا ايه كل اه اه تعدادة الاسباب والايه والموت واحدهم زي ما بيقولوا كده. كل طريقة بتمكن تتعامل بكذا طريقة. النتيجة واحدة. تمام? انا بشيل هنا الاول بردك عشان ما اتلخبطنيش. الديل المفروض الديل كان بتاع الفستان. بس الوقت هو الطرفي بتاع ايه? الوسط اللي فوق بتاع المنطلون. معلومة مهمة يا بنات او يا ستات ان ان انت لما يكون حاجة عايزة تهقلي بيها لازم تبص فيها يمين وشمال ومن فوق ومن تحت وانهي تيجي قبل ما تقص وقبل ما تفك اي حاجة. دي من اساسيات اللي ايه? اللي عايز هيه اللي بقوا ليه في التعديل او حاجة زي كده. انا قصيتي نهوان الحردة المنطلون. اه الحجر بتاع المنطلون. اجي بقى بصوا الرائين اللي فوق دول هما اللي هيبقوا الامام. فانا بقص مين العطار في كده اربعة سنتي ومشيهم على ماشفيش اه من الحد الجنب. وانا علمت علامة فورد كده الخط الجنبي اللي هو اه اللي هو الناحية المتنية. هاجي برضو مين عندي رجل المنطلون الداخلية او اخد بتاع اتنين صمتي. انتو لو فاكرين المنطلون احنا بنعمل الامام اقل من الخلف. يعني الخلف ببقى زيادة اتنين صمتي في وسيها الرجل. اه بيبقى الحجر اللي وراء اطول من الحجر اللي قدام. الحجر كمان اللي هو الحجر زي نفسه ببقى مغوط شوية عن الخلف. فانا ده كله هو بقى زبطه. يعني بعمل على اساس الاول الاربع طبقات زي بعض على اساس الحجر اللي هو الخلف اللي ببقى كبير. وبعد كده اعمل مسافاتي واقلل ايه اه اعمل الامام اهو اه حرف الالف والخاء هوا عشان الخلف وامام. تمام لا يا زاد ان انا هعمل العلامة برضو هبقى لكم الخلف من الامام ازاي. تمام? اهو. وممكن برضو من الجنب لو انت عايز تعملي جيب تشوقي بقى الناحية المقفولة الاتجاه التاني. وبعد كده هو انت تعملي في جيب. فبرحتك خالص. انا دلوقتي اعتبر خلصت المنطلون. هاجب بقى هعايزة اعمله القمر. فانا هاخد الحزام بتاع الفستان. وهعمله الايه القمر. لو تلاحظوا اللي انا مخلي الحجر خمسة وتلاتين عشان كده. عشان اللي ورا هو اللي طوله خمسة وتلاتين. لكن اللي قدام انا قصيت من عندي الحجر وقصيت من عندي الاعلى اللي هو ناحية الوسط اللي فوق. الاربع سنت اللي قصيته من العرض بتاع المنطلون. تمام? انا كنت اعمل في الاساس. لان زي ما انا كنت متعودة بعمل الامام الاول. اعمله على تلاتين سنتي. فانا عملت على خمسة وتلاتين. بعد كده زبط انا برحت. دي دي طريقة سهلة برضو شوية. وبردو نفس طريقة البجامات. المنطيل البجامات او المنطيل الكاجوة اللي زي دي كده. تمام? هبتدي بقى خيات الحجر الامام. ودولتي بعمل الحجر الخلف. هدي بحط له حتة تعلمة كده قماشة ولا اي حاجة. آآ ان انا هتباين الامام من الخلف. تمام? عشان ممكن اللي بيلبس بيلبس على طول ما بياخدش بله. لأ لازم ومش هيقيس الحجر طول الحجر اللي وراء والقدام. لأ بيلبس على طول. فالقطعة دي هي اللي بتبين. ولازم تكون اللون مخالف. تمام? اجي بقى بعد ما عملت الحجر اجي احط الخياطة الحجر الخلف مع الامام عشان ازبط الرجل من الداخلية. طول الرجل الداخلية. مع الطرف كده وده اللي بيزبط ان انت ماشي مزبوط ولا لأ ان انا بمسك بايد. عند الحجر والايد التاني على طرف الرجل بتاعت المطل انا بخيطها. يبقى دي ما فياش حدد زيادة يبقى انا كده ماشي مزبوط. اجي خيط بقى الحجره كله اه الرجلين مرة واحدة. انا بسبتها اهو قدامكم بالدبوس بكانت صابعي ده كده اهو بشيله. عشان ازبط ووازن المسافات اللي انا باخدها. هو اه بسيط جدا وبس عايز تركيز يعني ما فيوش اي اه تكسيمات ولا اي الا انا بعمل على قد القماش اللي قدامي الفستان واستغله. وعشان دي قماشة خفيفة اللي هي الصفت. فبتبقى خفيفة يعني مهما كاية واسعة بتلمي برضك على الجسم. ما بتدجيش ما بتدجيش اللي هو الحاجة الهيشة اللي هي اللي بقى الرجل واسعة كينك عاملت عرص المولد كده حاجة هيشة لأ. دي طرية. انا هنا بقى مفكتي الحزام خالص وعلى الطرفين اروح مخيطهم وقيس دوران الوسط وقصه وخياطه. دلوقتي انا جبت اه استك على قد العرض بتاع الكامير كنت جايبها الاستك اللي قدامك وده بتلعص هو رفيع فجبت الاستك الاعرض منه عشان يبقى هو على قد الشكل الكامير اللي انا عايزة ده بكفية صمتي بس اللي هو بتاع الخياطه وده هو ده المطلوب. انا بقفل الوسط بتاع الاستك. ودايما الوسط بتاع الاستك دا بشوف الوسط بتاع الشخص قد ايه. يعني لو الوسط مسلا دورانه مية انت بتعمل لي مسلا خمسة وسبعين. اه تعملين حاجة زي كده يعني ايه بيبقى مسافة اقل عشان ما يباش جامد اوي يشدد عليها في نفس وقت يقدر ينزل من عند منطقة الارضيف. او عند اللبس يعني. اجا حطه كده جواه. هو في كذا طريقة. اول طريقة انا مكن اعمل طرف القمرا خياطه في المنطلون. واجا حط الطرف التاني. الطرف اللي هو انا مش متخيط اروح اه حط عليه الاسك. واخيط الاثنين مع بعض. لكي انا بخيط ده بفضلها اكتر. وبالذات للمبتدئين او غير المبتدئين حسب بقى ما انت متعودة. بعمل الطريقة دي. بعمل الاسك الاول جوه القمر كده. واخيطه. وبعد كده ايه? اه 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 في المنطلون. زي ما انتوا شايفين. طبعا انا باوعد افك فيه وخدت وقت فيه في اله في اله القمر ده عشان كان متني. كان اله اه كم انه كان حزام فكان متني من الطرفين. فلازم هاعد افرد شوية بشوية. لغاية لما ايه? يخلص. واشد كده. ده بيديني ايه? المسافة الكشكشة الحلوة اللي بتبقى في المنطل الجهزة. بالمنظر ده كده اهو خلصته. اجي بقى اروح اعمل ايه? صلوا على النبي يا جماعة. عليه السلام والسلام. آآ اللهم اذكرني ما نسيت. اروح انا بقى حتى طرف الخيط. طرف الخياطة بتاعت الحزام مع خياطة السواء الفرد اللي هو بتاع الجنب. يبقى الخياطة الخياطة الجنب بتاع القمر. عايزة خليها من الجناب. اه شغال. عايزة خليها من عند خياطة الحجر ورا وقدام برضوك معاك شغالة. اي طريقة اللي انت عايزها. تمام? كده كده صاحبة المنطلون ده انا هتلبسه عليه حاجة اطول منه فمش هتبين. تمام? انا كده بشد. آآ معايا الاستيك وخياطه وخلص القمر خالص بنفس خياطة عادية خالص مفاش اي افتكزات ولا في اي حاجة. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. كده خلصنا المنطلون اهو وهقلبه وهتنديل من تحت اللي هو المنطلون وبعد كده هتشوفوه هو معمول باقي متشطب وخلصان خالص. تمام? يا لات اللي وصل معايا دلوقتي في الفيديو. يا لات ما ينسناش بلايك وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد بازن الله وطلبي ليكل وحيد وحتى من غير ما تعملوا لايك ولا اشتراك ولا اي حاجة عايزة دعوة منكم بالشفاء وعايزة دعوة منكم بصلاح الحال لنا وللناس كلها كافة ان شاء الله بازن الله يكفينا شر المرض احنا وامة محمد بازن الله ومصر كلها. يا رب. آآ دلوقتي المنترون خلص. ودي شكله هون. وانا بعمله لكم وآآ ان هو يعني بعديله زبطته ازاي والحجر شكله ايه? وجاي الدوران للحجر جاي ازاي وكمان الحجر الطول من فوق. فيه الامام اقصر من الخلف. ايه رأيكم? يا رب يكون عجبكم. ويتستفيدوا. وزي ما قلت لكم ادعووا لي بالشفاء. آآ ان شاء الله خير. بازن الله رب الخير لا يأتي الا بالخير ان شاء الله بازن الله. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.